بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات كل المراحل في النشاط الصيفي في وزارة التربية والتعليم إن شاء الله بإذن الله هنبدأ النهاردة مع مراجعة في النحو العربي طبعا بدأنا في يوم الخميس اللي فات وقلنا إن احنا هنبدأ على طول كل يوم خميس الساعة من ستة لسبعة إن شاء الله معكم أستاذ محمد معروف معلم اللغة العربية هنراجع مع بعض النحو بطريقة سهلة بسيطة نبدأ بالبداية خالص بدأنا من حصة لفاتة الاسم والفعل والحرف والفارقة ما بينهم وإزاي بنكون الجملة الإسمية وإزاي بنكون الجملة الفعلية وقلنا إن الجملة الإسمية بتتكون من مبتدأ وخبر والجملة الفعلية بتتكون من فعل وفاعل وأحيانا بيجي مفهول وأحيانا ما بيجيش لكن الأركان الرئيسية عندي اللي أنا ما أقدرش أن أنا أستغنى عنها في الجملة أبدا هي مبتدأ خبر فعل فاعل ولو فيه مفهول يبقى فيه عندي خمس أركان رئيسية ما أقدرش أستغنى عنهم اتكلمنا الحصة اللي فاتت في الجملة الفعلية عن الفعل والفاعل لكن هنركز النهاردة أكتر وناخد بالتفصيل إن شاء الله المفهول به لكن قبل ما نبدأ عاوزين بس كده نتعرف على بعض ونشوف هنركز على إيه وإحنا شغالين وأكتر مرحلة من المراحل معنا هي مرحلة إيه عشان ندي لكل واحد من الطلبة اللي موجودين معنا ما يناسب المرحلة السنية اللي هو فيها بحيث أن مثلا ربع ابتدائي مجرد بس أنه يعرف شكل المفهول به خمسة ابتدائي عند المفهول به طبعا من بعد خمسة ابتدائي ستة ولأعدادي وتانية عدادي وتالتة عدادي إلى ما لا نهاية هيكون مطالب أكيد بكل اللي احنا بنقوله وهتديله حاجات زيادة بس كل واحد من الطلبة اللي معنا يكتب اسمه ويكتب المرحلة العمرية اللي هو فيها هو في سنة كام علشان نوجه له كل واحد الأسئلة اللي هتتناسب معها إن شاء الله مستنيكوا تكتبوا لي كل واحد هو في سنة كام وإسمه ايه علشان نتواصل بالأسماء المرة اللي فاتة كان معنا مجموعة متميزة جدا كان في منهم تانية سنوي وتالتة سنوي وكان في ربع ابتدائي وكان في ستة والأعدادي يعني كان معنا مراحل متنوعة وكانوا متفاعلين جدا 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 عايزين برضو نبدل على نفس التفاعل وأكيد المجموعة اللي كانت موجودة معنا المرة اللي فاتت لسه موجودة زي ما هي أهلا وسهلا بيكم واللي بيتابعنا أول مرة أهلا وسهلا بي هنبدأ مع بعض المفاول به إيه هو المفاول به بصرف النظر عنها الكلام الإنشاء اللي موجود قدامك ده اللي هو ممكن ممكن أكون أنا مش حافظه ومش عارف أحفظه أنا مش مطلوب مني أبدا أبدا إن أنا أحفظه لكن المطلوب مني إن أنا أعرف أطلحه تمام المفاول به هو الإسم الذي يدل على من أو ما وقع عليه فعل الفاعل مش فاهم الكلام ده مصطر ومش عارف والكلام ده كلام كبير كده علي وأنا أصلا مش شاطر في النحر وببساطة علشان تبقى عارف الموضوع بمنتهى السهولة المفاول به هو بسأل عنه بماذا إيه المفاول به بسأل عنه بإيه نطبق الكلام ده عشان ما نبقاش حاجات كبيرة وما نقولش كلام كبير ما احناش فاهمين ولما أقول قرمت المدرسة الطلاب المتفوقين لازم لازم أكون متأكد وعارف مليون في المية إن المفاول به مش بيجي غير في الجملة الفعلية المفاول به مش بيجي غير في الجملة الفعلية يعني إيه جملة فعلية؟ يعني الجملة هي الجملة التي تبدأ بفعل الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل طيب إيه الجملة الفعلية وإزاي أعرفها وإزاي بتيجي منين وكده طيب الجملة الفعلية بتبدأ بفعل وإن الفعل هو اللي مش بيدخل عليه علامة الاسم طب ما تفكرنا يا مستر بمعلمات الاسم معلش علامات الاسم ينفع يدخل عليه الالف واللام زي كلمة المدرسة فيها الف واللام او ينفع يدخل عليها الالف واللام تبقى اسم فيها تاق مربوطة او ينفع حط عليها التاق المربوطة تبقى اسم تمام ينفع يجي قبلها حرف جر تبقى اسم تمام يبقى الاسم الفعل هو الذي لا يقبل علامات الاسماء لا ينفع دخل عليه ألف ولام ولا ينفع عليه أدخل عليه التنوين تمام؟ وما ينفع دخل عليه إيه؟ ممكن أدخل عليه قد قد أو سوف أو سين قد أو سوف أو سين طيب شوف هنا عندك كرمت دخل عليها قد كده بالضبط قد كرمت قد كرمت تمام؟ طالما كرمت يبقى ده فعل تمام؟ طيب هي بكلمة دي بدأ الفعل اول كلمة عندي في الجملة فعلي يبقى الجملة جملة فعلية تمام فلما شوف كرمت المدرسة الطلاب كرمت فعل واتفقنا عليها خلاص مين اللي كرمت المدرسة هي اللي كرمت خدت بالك انا سألت سؤالي وقلت ايه مين اللي كرمت المدرسة هي اللي كرمت مين يبقى الفاعل بسأل عنه بمن الفاعل بسأل عنه بمن هتلي كده بقى كررسة وقلم واكتب ورايا الفاعل بسأل عنه بمن والمفعول بسأل عنه بماذا او ايه ايه ده ومال الخبر ده كان ممكن اسأل عنه بيه الخبر بسأل عنه بماله الخبر بسأل عنه بماله ماله لما اقول التلميذ نشيط التلميذ ماله نشيط يبقى نشيط دي خبر وقلناها المرة اللي فاتت يبقى الخبر باسأل عنه بماله الفعل باسأل عنه بمين المفعول باسأل عنه بماذا او ايه تمام كرمت الطلاب المدرسة كرمت ايه كرمت الطلاب يبقى الطلاب مفعول به منصوب مفعول به منصوب احفظها دي يا مستر زي ما حفظنا المرة اللي فاتت وقلنا مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع وفاعل مرفوع بالزبط مفعول منصوب مفعول منصوب كل المفعول منصوب لحظة واحدة ايه كل المفعول دي يعني هو في حاجات تانية غير المفعول به اه في حاجة اسمها مفعول لاجلة وفي حاجة اسمها مفعول مطلق وفي حاجة في السنوي اسمها مفعول معه وفي حاجة اسمها مفعول فيه كلام ده كبير اول لا مش كبير ولا حاجة المفعول فيه اللي انت خدته في ربع ابتداء اللي هو ظرف الزمان والمكان والمفاول معها ده مش هتاخده دلوقت خالص حد معانا من سنوي لو حد معانا من ثالثة سنوي هنقولها احنا معانا الاول معاز وروان مش هم اعطيش يا روان انت فسنة كامل تابعون مورانا اه توماس تانيا سنوي توماس كويس مش ها توماس ماريا محمد ساعد تانيا السنة كويس حمزة ستة تدائي طيب عافين بقيت الناس ما كتبتش هي في سنة كام طيب اني معانا ناس في تانيا سنوي عندنا حاجة اسمها المفعول معه المفعول اه معه اللي هو اقولك سرتو والنيل سرتو والنيل تمام سرتو والنيل يعني انا ساير انا ماشي والنيل ماشي يا جنبي ماشي معايا بقيت اسمها المفعول معك منصوب اقولك سهرتو والليل يعني انا حاسي ان الليل او سهرتو والنجوم تمام عاطشتو والحر يعني تحس ان الكلمة اللي هي بتاعت المفعول ما دي بتشاركني في الحالة اللي انا فيها ده بالنسبة لطلاب السنوية العامة كرمت المدرسة الطلاب المتفوقين ماذا كرمت الطلاب يبقى الطلاب مفعول به منصوب بالفتحة وما المتفوقين المتفوقين دي لسه ما قنهاش بس انا اخدها دلوقتي برضو عني ما فيش مشكلة نقولها على ما نبقى نروح لها اسمها نعت منصوب بالياء نعت منصوب بالياء الطلاب بوصفهم بأنهم متفوقين بوصف يبقى نعت بوصف يبقى نعت طيب لو قلت كرمتنا المدرسة في حاجة شباب لازم تعرفوها مهمة اوي 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 الا وهي حاجة اسمها الاعراب فرع المعنى الاعراب فرع المعنى يعني يا مستر يعني لازم قبل معرب الجملة اكون فاهم معناها ويكون الاعراب ده يساعدني ان انا اوصل للمعنى الصح كرمتنا المدرسة مين فعش اقول كرمت فعلي ماضي وانا فاعل والمدرسة مفعول اه يبقى كده مين اللي كرم مين احنا قلنا الفاعل بنسأل عنه بمن الفاعل بنسأل عنه بمن بمن اه يبقى مين اللي كرم المدرسة ايه ده يبقى المدرسة هي اللي فاعل المدرسة هي اللي فاعل لان قامت المدرسة بتكريم طبعا مش المدرسة اللي قامت انها مدير المدرسة او المدرسين من في المدرسة او كده. قامت المدرسة بتكريم نحن. فنحن مش هحطها في نهاية الجملة انما نحن جت على هيئة الضمير متصل بالفعل. اقول كرمتنا المدرسة. مين اللي كرمت المدرسة? كرمت من? نا. ليا نحن. يبقى نحن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ده لو انت في الابتداء. طب دخلت على تانية اعدادي حاجة اسمها المبني والمعرب. وفي الابتداء دي حاجة اسمها الضمائر المتصلة والضمائر المنفصلة. تاخدها برضو. واخد بالك طبعا كل ده في تانية سانوي وتالتة سانوي. الناس دي تركز معانا. الناس دي واحدة كل حاجة. تمام? لما اقول كرمتنا المدرسة. اجي اعرف كرمت نا. انه ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. تاني ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. تاني. نصب مفعول به. في حاجة ما فاتيتك ما انتش فاهمها. قل لي وانا هادهالك تاني. حتى لو كانت في اول شريحة خالص سعيد لك كل وتاني ما فيش اي مشكلة. احنا بنعمل نشاط صيفي. انا مش مرتبط بمنهج وانت مش مرتبط بمنهج. دي حاجة المفروض كده يعني ايه زيادة? وانا عارف ان انتم ناس شطرة ومجتهدين. علشان كده الوزارة بصراحة ما اصريتش بحاجة وعايزة تديكو حاجات اكسرا حاجات زيادة. علشان الطالب اللي عنده استعداد يستوعب ويفهم ويستغل الايام بتاعت اللي ما فيش دراسة دي. صح? واحنا ان شاء الله مكملين معاكم الحد اول عشر الحد ما نبدأ في المناهج الجديدة. باذن الله. كرمتنا المدرسة يبقى كرمت المدرسة. نحن يبقى انها اللي نحن ديت هي المفعول به. علامات اعراب المفعول به. انا قلت مفعول بيه منصوب بالفتحة. ومفعول بيه منصوب بالياء. وفيه مفعول بيه منصوب بالكسرة. طب اعرفهم ازاي? اول حاجة بقول مفعول بيه منصوب. مش ملاحظ ان مفعول منصوب. احنا قلنا على طول. مفعول منصوب. مفعول منصوب. تمام? فلما اقول مفعول به منصوبه علامة نصبه واسكت ياسكت ليه يا مستر ما هي سهلة ما انا عارفها منصوب بيه بالفتحة على طول يعني لا اوعى تطور وتقوم ايه المنصوب بكذا الاول ادن نفسك فرصة خمستاشر سنة فكر بس اقولك مش خمستاشر سنة اكتب علامة الاعراب ما بين كسين ليه يعني على الاقل ادن نفسك فرصة اتفكر في علامة الاعراب دي في السنيتين ثلاثة اللي انت تعمل فيهم القوس ده تماما يعني اه دي انا ععدت وفكرت وشفت بداية الجملة وابداية الجملة دي فعلية والجملة الفعلية بتتكون من فعل والفعل بسأل عنه بمن والمفعول بسأل عنه بماذا وديت انا بسأل عنها بماذا انا كده حافظ وفاهم وتمام والدنيا كلها زي الفل بس ما تجيش بقى بعد ما تقعد تفكر التفكير ده كله تقوم ما ايه لعلامة الاعراب غلط يبقى انت نقص تنص الدرجة كل كلمة في الاعراب ببقى عليها درجتين الاعراب درجة وعلامة الاعراب درجة خيال التفكير اللي انت بتقعد تفكره كله بدرجة اللي هي بالنص تماما وبعد كده تقوم انت جاي عامل علامة الاعراب غلط للأسف ضيعت الدنيا كلها. لأ احنا نفكر وبالراحة ينصب الفتحة. امتى يكون منصوب الفتحة لو كانت الكلمة مفرد. يعني ايه مفرد? يعني طالب كرمت المدرسة الطالب ما فأقول بيه منصوب الفتحة طيب لو جميل تكسير كرمت المدرسة الطلاب رأيته الطلاب تمام? خد بالك. الفتحة دي لو كانت الكلمة مفهاش الف ولام ولا ضمير يبقى لازم احط تانوين بصوا يا شباب افهموا الحتة دي كويس قوي واحفظوها كويس قوي في عندي تلت حاجات في العربي ما بيطقوش بعض تلت حاجات ما بيحبوش بعض رانا عايزة شرح المفعول مع حاضر يا رانا وهو مش الحصة هنا وممكن نبقى نراجع بعدين بس حاضر هقولهولك سريعا كده في عندي في اللغة العربية تلت حاجات ما بيحبوش بعض وما بيجوش مع بعض ابدا 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 ايه هم الثلاث حاجات الاعداء دول الالف واللام والضمير المتصل في اخر الكلمة والتانوين التلاتة دول لا يمكن يجتمعوا مع بعض في كلمة واحدة مستحيل يعني بص الكلمة الفتحة 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 اللي هي في المربع اللي فوق دي فيها الف واللام مستحيل احط معها ضمير ومستحيل احط مع الالف واللام تانوين حاجة واحدة بس يعني لو كانت فتحة ما ينفعش اقول الفتحة وما ينفعش اقول فتحتي مثلا او فتحتك او فتحة وما ينفعش احط فيها اي ضمير مهما كان تمام يبقى كلمة المفرد ما ينفعش اقول المفردن او المفردن هي مفردن مفردن ده لو احط التنوين احط الف والام يبقى الف والام بس احط فتحة ضمير يبقى الضمير بس ما ينفعش التلاتة يجو مع بعض تمام نقلل على البعد كده علامة النصب الياء امتى اقول مفعول به منصوب علامة نصب الياء اقول منصوب الياء لو كانت الكلمة دي مثنة او جمع مذكر سالم ندي مثال على كل واحدة لو قلت رأيت الطالبيني رأيت طالبيني تمام لو قلت مثلا كتبت كتابيني ده مسنة اتنين طب جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم لو حطيت وونون او يأونون على اصل الكلمة على اصل الكلمة تمام يعني ايه على اصل الكلمة يعني هو اسمه سالم يعني ايه سالم يعني ما فيش فيه تكسير يعني مهندس قلت لها وونون مهندسون بقى اتجمع قلت لها وونون مهندسين بقى اتجمع تبقى الفرق اعرفها ازاي وونون ولا يأونون لازم معرفة الكلمة لو كانت الكلمة مبتدأ او خبر او فاعل الى حاجة مرفوعة لو قلت المهندسون مجتهدون يبقى دي وونون وونون تبقى فاعل تمام اه لو قلت مثلا ذهب المهندسان يبقى ديات مفعول يبقى فاعل برضو اه مسنة ولو قلت ذهب المهندسون يبقى فاعل وجام المذكر سالم تمام طيب لو جت بقى ورحت خليتها منصوبة يعني مثلا شاهدت مهندسين يبقى دي بقيت مفعول به منصوب ماذا شاهدت مهندسين تمام طيب بالكسرة إذا كانت جمع مؤنث سالم إذا كانت جمع مؤنث سالم جمع مؤنث السالم اللي هو إيه جمع مؤنث السالم جمع مؤنث السالم هو اللي بيكون أخره ألف وتاء ويدل على التأنيس ألف وتاء ويدل على التأنيس ممرضات مهندسات معلمات مكتهدات متميزات ده لهم منصوبة بالكسرة جمع مؤنث السالم يبقى دي أعلامات إعراب المفعول به يعرب الجمل التالية رمى الحارس القرطة مين يعرف بها بسرعة؟ أو عايز المفعول به وعلامة أعراب ها يلا بسرعة مستنيكم رمى الحارس القرطة يلا شاب بسرعة نعرف بسرعة نكتب الأعراب ونشوف أعراب هيبقى إيه؟ مين جاود؟ مين جاود؟ مين جاود؟ فما فعل معاضي؟ يلا معاز بسرعة كمل رانا بتقول الأعداء بتاعت المفعول به؟ يعني إيه الأعداء بتاعت المفعول به؟ أنواع يعني رانا أو لا ما عليش يفضح السؤال بتاعك عشان مش مش بامس ظهر أو مش فهم الكرة مفعول به منصوب بالفتحة أحسن يروان ممتازة فعل ماضي بيبدأ على الفتحة؟ أحسن رانا راما فعل ماضي؟ يا معاز بكرة مفعول به؟ الحارس فعل مرفوع وعلامة رفعه الضم أحسنتم يا شباب أيها كده عايزين تفاعل راما فعل ماضي مبنى على الفتحة؟ من اللي راما؟ الحارس وانت بتحل وانت بتعرف لازم تكلم نفسك يكون في حوار ما بينك وبين عقلك كده مين اللي راما؟ وراما إيه؟ مين؟ يبقى فاعل وإيه؟ يبقى مفعول به يبقى راما فعل ماضي مبنى على الفتحة المقدرة على الألف بتوعتني أسنة وبقى يركزه معايا شوي أنا بقول فعل ماضي مبنى على الفتح ده لحد لحد مثلا تلت أعداد طيب الفتحة المقدرة ليه قلت الفتحة المقدرة؟ بتوعتني أسنة واني لأن راما دي منتهية بالألف اللي هي المكسور راما كده بيقود تتنطق ألف لأنه قبلها مفتوح تمام؟ ودي ما ينفعش إن أنا حط عليها لضمة ولا فتحة ولا كسرة لأن هي شكلها كده بس فعشان كده بقدر الفتحة ما بحطهاش إنما بقدر إن هي موجودة تمام؟ يبقى راما الحارس والقرة يبقى فعل ماضي مبنى على الفتح تمام؟ ولو أنت كبير شوية أقول الفتحة المقدرة على الألف تمام؟ الحارس وفعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخره القرة مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره طب الظاهرة على آخره دي لازم أقولها يا مستر لو أنت لسه في الابتدائي ما تقولهاش إنما بعد كده لأن هيظهر عندك في حاجات مقدرة وفي حاجات ظاهرة فالمفروض أن ياتيكتب عشان يبقى لعرب بتاعك صح؟ مفهوش ولا خلطة طارد الشرطي الجاني طارد الشرطي الجاني يلا شباب جملة اسمية ولا فعلية وإعربها إيه؟ طارد الشرطي الجاني الجملة فعلية مين اللي طارد الشرطي؟ الشرطي فعل مرفوع وعلامة رفع الضم طارد ماذا؟ الجاني يبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة تمام يا شباب؟ يبقى طارد فعل ماضي مبنى على الفتحة الشرطي فعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة والجاني مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة هنأ الأستاذ المتفوقات أنا عايز أعراب كلمة المتفوقات طبعا هنأ فعله والأستاذ فاعل المتفوقات بس عايز أعراب يكون مظبوط صح مين يعرف إجابة صح؟ القرى مفعول به معلش اللي هو في حد مش مجاوب مش كاتب اسمه ممكن أعرفه بعد ذلك عشان أقول بالأسامي عشان الناس اللي شطرة ومقتهدة تاخد جزائها وتاخد حقها محمود قرى مفعول به منصوب الفتحة حسنتي حودة روان راما فعل ماضي خاصنا يا روان والحارس تمام ورانا ومحمود تمام ما شاء الله عليكم ورانا ومعاز روان قالت مفعول به منصوب الكسرة حسنتي رانا أنا عايز آخر وحدة أنا عايز آخر كلمة إعرابها هيبقى إيه؟ يلا يا معاز يلا يا شبابا بسرعة أنا عايز كلمة المتفوقات هيبقى إعرابها إيه؟ صح يا معاز حسنتي مش هقول الأعراب عشان ماستني بقيت الناس اللي هتجاوب تمام طيب هلنقى فعل ماضي بابنع الفتح أستاذ فعل مرفعه على مترافق الضم الظاهرة على آخره لأن الضم قدامي يظهر وممكن أحطها المتفوقات مفعول به منصوب طيب وقف بقى علامة النص بإيه؟ كلمة المتفوقات مفردها متفوقة فطأ مربوطة وعشان هجيب الجامعة بتاعها زود تألف وتاء يبقى منصوبة بالكسرة لأنه هو جامع مذكر سالم أنفقته ما في جايبي كلمة واحدة بس سؤال فين المفعول به في الجملة هل في مفعول به في الجملة؟ ولا لأ وبسرعة تمام؟ أميرة خلاص نركز فيه وتوماس تمام أيوة في ناس فائتها واشتغلت وجانا أحسنتم أحسنت يا أميرة أنا عايز بس الجملة اللي قدامنا دي فين المفعول به؟ فين المفعول به؟ أيوة الناس بدأت تجاوب روان حمزة روان روان إجابة لا مش صحة يا روان ورانا برضو إجابة مش صحة طبعا مش هقولهم مجاوبة قالوا إيه؟ ومحمود برضو إجابة مش صح مين تاني؟ تومس صح يا تومس أحسنت مرابب عليك مريم لا مش صحة يا مريم ركزي في الجملة وشوف يمشي فيها زي ما احنا قلنا الفاعل بسأل عنه بإيه؟ والمفعول بسأل عنه بإيه؟ محمود لا أميرة صح معاز لا حمزة لا اللي مش كاتب اسمه أيوة روان لا مريم صح أيوة كده يا مريم أحسنتي وأميرة أيوة كده النص صح حيط أنفقته ما في جيبي أنفقته فعل ماضي مبني على السكون والتأضمير متصل مبني في محل رفع فاعد أنفقه فعل ماضي من اللي أنفقه أنا اللي هي التالي المتكلم فاعل أنفقته يبقى دي فاعل تمام؟ أنفقته ماذا؟ ما ما اسم موصول في محل نصب مفعول به اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به نحن نحن نراجع مش لسنة خمسة ابتداية بس أنه نحن نراجع على كل تمام؟ وطبعا هزعل أول من حد يبقى في السنوي ويغلط في سؤال زي ده ايه وعن؟ تمام؟ يبقى أنفقته أنا ما أنفقته ماذا؟ ما في جيبي الذي في جيبي تمام؟ طبعا في حرف جر وجيبي اسم مجرور بعد في تمام؟ تمام؟ أنا عندي دلوقتي ما اسم موصول يأتي بمعنى الذي اسم موصول يأتي بمعنى الذي أنفقته الذي في جيبي أو ما في جيبي وتكون مفعول به إذن ممكن تيجي اسم المفعول اسماء إشارة بقى واسماء موصولة وحاجات من دي طبعا طبعا تخيل لو أنا قلت لك أنفقته هذا المال يبقى أنفقته ماذا؟ هذا يبقى هذا برضو مفعول به طبعا الناس اللي في تانية السنوية بعد تقول لي أنفقته هذا المال كلمة المال تتعريب إيه؟ أنفقته هذا المال أنفقته هذا المال اللي هتقولها هعمل إجابة بتاعتها عامة وهتبقى لها شكر كبير قوي 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 أنفقته هذا المال سواء اللي في تالت عددي أولا سنوي تانية سنوي تالت سنوي أنفقته هذا المال كلمة المال تتعريب إيه؟ تبكروا فيها وقلوا لي لو قلت أوقف المدرب اللاعبين عن اللاعب أوقف المدرب اللاعبين عن اللاعب من اللي أوقف؟ المدرب فاعل أوقف ماذا؟ أوقف اللاعبين مفردها اللاعب وزودت لها يأوى نون بدون مغير حاجة في الكلمة يبقى جمع مذكر سالم وقلنا أن جمع مذكر السالم ينصب بالياء يبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء عن اللاعب عن حرف جر واللاعب اسم مجرور بعد عن هكذا ترغيبها الشباب في حد مش فاهم أي حاجة راجع عليها بسرعة والناس اللي قلنا لهم تجول تعرف كلمة المال المال أميرة أحسنتي برافو عليك برافو عليك ممتازة 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 روان بس الجملة مش كاملة ومش موضحة يعني مقدر أقول أنفقته مال آه ما هو جملة صلة الموصول بتجي تكمل معنى الجملة يا روان تمام برافو بس أقول لي اسمك إيه لأن اسمك مش مكتوب معايز اللاعبين صح يا معايز صح ممتاز روان اللاعبين مفعول به منصوب الياء أحسنتهم بس كده عندي اتنين جاوبوا أميرة وبالتاني بصراحة مش عارف الاسم إيه لأنهم الظاهر الاتنين قالوا المال تعرف بدل ودي طبعا ما يعرفهاش غير واحد متميز جدا 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 اللي فاكر درس البدل من سنة تالتة أحسنتم بارك الله فيكم ممتازين طيب نرجي على درس تاني اسمه المفعول لأجله المفعول لأجله لأجل إيه يعني أيوة لأجل إيه يعني علشان إيه تمام أقول لك أعمل لأجل المال يبقى أعمل علشان المال يبقى المفعول به يعني علشان مفعول لأجله أسف علشان تمام وذاكر لأجل التفوه يبقى علشان التفوه تمام ده معناها مش ده شكله ده معناه تمام مفعول لأجله مصدر منصوب مصدر منصوب طبعا الناس اللي في ثانية وثالثة سنوية عارفين يعني ايه مصدر المصدر ببساطة هو المفعول المطلق من الكلمة المفعول المطلق من الكلمة ولسه ناخد المفعول المطلق برضو حالا ان شاء الله يذكر لبيان سبب وقوع الفعل مفعول لأجله مصدر منصوب يذكر لبيان سبب وقوع الفعل لبيان سبب وقوع الفعل يأتي هذا المفعول جوابا عن لماذا يبقى بسأل عنه بلماذا بسأل عنه بلماذا فاذا طرحنا السؤال لماذا سجدته الجواب سجدته شكرا لله لو سألت على كلمة شكرا دي تبقى لماذا؟ تبقى شكرا مفعول لأجله منصوب بالفتحة مفعول لأجله منصوب بالفتحة لأجله منصوب بالفتحة تمام؟ كل المفعول لمستر منصوب آه كل المفعول منصوب وكل المفعول لأجله منصوب بالفتحة كل المفعول لأجله منصوب بالفتحة تمام؟ إنما المفعول به هو اللي علامة الاعراف فيه بتتغير اذاكر دروسي رغبة في النجاح لماذا اذاكر رغبة يبقى مفعول لاجله منصوب بالفتحة قلنا لماذا او علشان ايه هيطلع الاجاب طب نرجع كده الحاجات اللي انت كتبتها عندك في الكراسة اوعد كون ما كتبتش ولا نسيت ولا قعد سرحان ومازك الموبايل وبتلعب احنا قلنا الخبر بسأل عنه الخبر بسأل عنه بيه ماله والفاعل بسأل عنه بيه من والمفعول به بسأل عنه بيه ماذا ومفعول لاجله دلوقتي بسأل عنه بيه لماذا لماذا ليه رغبة في النجاح اعمل بجد زيادة للمال اعمل بجد اعمل اعمل بجد زيادة للمال لماذا اعمل بجد زيادة للمال لاجل زيادة المال لماذا يبقى زيادة يبقى زيادة ما فعول به منصوب ما فعول لاجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة تمام طبعا جاء ليوضح السبب اللي هو بسأل عنه بلماذا لماذا تذهب الى المدرسة اذهب الى المدرسة رغبة في العلم رغبة في التفوق املا في الحصول على اعلى الدرجات ارضاء لربي خدمة لمجتمعي كل ده مفعول لاجله تمام كلمة واحدة مفردة تأتي منصوبة بالفتحة تبين سبب وقوع الفعل بسأل عنه بلماذا تمام التحقت بالدراسات العليا سعيا لتحقيق الدرجة العلمية التي أرجوها حدد المفعول لاجله في الجملة السابقة التحقت بالدراسات العليا ها سعيا لتحقيق الدرجة العلمية التي أرجوها اين المفعول لاجله في هذه الجملة وما اعراضه. هيا يلا يا شباب نجاوب بسرعة. مريم احسنتي المال بدل. المال بدل. المال بدل. رغبة مفعول لاجل منصوب بالفتحة. احسنتي يا روان. طبعا انا عارف ان في ناس بتبقى شطرة وبتجاوب على طول جدا سريعة. بس سواء ان انت عندي بطيق او عندكو بطيق او وعلى ما يترفع على الموقع وكده. فبتاخد وقت انا عارف الحتة دي. فممكن في ناس تجاوب بسرعة. لكن الاجابة بتاعتها توصلني متأخر. فبالتالي يعني انا مش بعلق على بسرعة. بقول بسرعة يعني جاوب بسرعة. تمام? لكن في اجابات بتوصلني متأخر ما بالحقش اقولها. دي مشكلة من عند انا. معلش. اه اه معايز سعيا. معايز تحقيق. لتحقيق. طبعا لتحقيق ديت. لا. عفو اقول لاجله. عفو اقول لاجله. لتحقيق. تحقيق. تحقيق ديت اللي بيقول تحقيق كزا عني. عزال انا من التحقيق دي. لتحقيق اللام حرف جر وتحقيق اسم مجرور. طبعا اللي بيقول لتحقيق ده ما كانش يزحاضر معانا الحصة اتنعت يوم الخميسة اللي فات الساعة ست. لتحقيق اللام حرف جر وتحقيق اسم مجرور بعد اللام وعلامة الجر الكسرة. تمام? لماذا اتحقت بالدراسات العليا? ها? سعيا. سعيا. يبقى سعيا. هي المفعول لاجله منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. مفعول لاجل منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. تمام? اصلي شكرا لله. اصلي شكرا لله. اعرب كلمة شكرا. اعرض. هو من موضحها لي اعرب كلمة شكرا. لماذا اصلي? نعم اصلي شكرا لله. يبقى الاجابة. جاوبوا بسرعة بقى ما تقولوا ليش الاجابة. الف ولا بيه ولا جيم ولا دال. ها? هل مفعول لاجل منصوب? ولا مفعول بيه منصوب? ولا لحال منصوب? واخد بالك انا كتب كله منصوب 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 عشان هي شكرا فاة تنوين. وطلع ما فاة تنوين يبقى منصوبة. سرعة. مين جاوب? مين جاوب? روان جاوبة مريم جاوبة. مفعول لاجل. اميرة رقم الف. مفعول لاجل منصوب. سين الف. ومي. مفعول لاجل صح? ابيرة صح? محموموت صح? توماس صح? معاذ صح? مريم صح? ايوا كده طمونتوني نس نس. فهمة معايا ومركزة معايا. برافو عليكم رقم الف. مفعول لاجل منصوب علامة نصب الفتحة. اصلي شكرا لله. اعرف كلمة شكرا. وان خلاص. مفعول لاجل منصوب علامة نصب الفتحة. عين الجملة التي تجتمل على مفعول لاجل. ها? يلا شباب نراجع ونفكر ونسترجع معلوماتنا ونقول. من اداب التعلم اجلال المعلم وتوقيره. ده رقم الف. هل فهم افعول لاجل ولا لا? رقم به. اجللت معلمي اجلالا? هل ما فهم افعول لاجل ولا لا? رقم جيم. كنت اجلالا لمعلمي. هل فهم افعول لاجل ولا لا? ده نظرت الى معلمي فرأيت في وجهه جلالا. في كلمة جلال او اجلال في الجمل الاربع دي فيها مفعول لاجله. مين شاطري طلع هالي? بسرعة شباب فكروا وجاوبوا بسرعة. مين جاوب? مين جاوب? جيم. معي. روان. الف. روان. تلاتة. روان. جيم. مش هعرف روان انت مجاوب اي اجابة فيهم. الف ولا جيم. معاز. لا. جيم. احسنت معاز. محمود جيم. سارة. ايوا كده اشتركي. اشاركي معنا يا سارة. محمد عبدالغاني. رقم جيم. يا به. راجع كده التانية يا توماس. وكرأ الجملة كويس. عايزي المفعول لاجله يا توماس. تمام? طبعا كنتو. لماذا كنتو? اجلالا لمعلمي. طب خلينا نشوف توماس كده. اجلالتو معلمي. لماذا? اجلالا? لا مش نفع. طب في حد جاوب الف من اداب التعلم. لماذا? اجلال المعلم وتوقيره. لا طبعا مش نفع. لماذا برضو. المفعول بي لازم اسأل نفسي. ليه? او لماذا? ليه? او لماذا? المفعول المطلق. المفعول المطلق. ايه? المفعول المطلق ده هو اسمه مشتقي من الفعل من اجل تأكيد المعنى او العدد او النوع. واحدة واحدة. هو اسمه مشتقي من الفعل. يعني كانه فاعل واحد واشتققت منه اسم. اشتققت منه اسم. اخست منه اسم. ده اللي هو بقى في تانية سانوي. وفي تالتة سانوي. بتوع تانية سانوي. اخدوه التيرمي التين وخدوا بالكم. اسمه المصدر. اسمه المصدر. ده بس مهم جدا جدا جدا. اسمه المصدر. ايه المصدر ده? هو المفعول المطلق من الكلمة. هو المفعول المطلق من الكلمة. تمام? يبقى المصدر هو اسمه مشتقي من الفعل من اجل. لاب اشتقي ليه? من اجل تأكيد المعنى او تأكيد العدد او النوع. تمام? بص معك في المثال الحروب تحصد الارواح حصدا. الحروب تحصد الارواح حصدا. تحصد حصدا. تحصد دي فعل مدارع. تحصد فعل مدارع. تحصد حصدا. حصدا دي كلمة فيها تنوين وتعودنا خلاص وحفظنا. الكلمة اللي بقى تنوين تبقى اسم. تمام? يبقى تحصد حصدا. حصدا. مفعول مطلق منصوب. تمام? طب لو اقرأ الجملة كده من غير المفعول مطلق. الحروب تحصد الارواح. جملة عادية مفهاش حاجة بتؤكد الكلام. لكن لما اقول الحروب تحصد الارواح حصدا. تمام? يبقى ده بتؤكد الحصد او الارواح اللي بتحصد في الحروب بسبب قسرة القتلى. يصرخ المصاب صراخ. تمام? يبقى بيصرخ. لكن لما اقول يصرخ صراخ الطفل. يبقى ايه ده زي الطفل الصغير اللي عمل بيعيط من شدة البكاء ومن شدة الحزن على فوق دهن حاجة عزيزة له. يبقى ده بيبين نوع الصراخ بتاع المصاب عامل ازاي? تمام? يبقى ده مفعول مطلق منصوب. يبين النوع. يبين النوع. خليك معي. ايه لما اقول اكلت الطعام. يبقى انا في اكل وفي حاجة انا اكلتها. تمام? طيب لما اقول اكلت الطعام اكلا. حلو. يبقى انا اكلت الطعام اكل. انا كنت اجي عنه وكلت اكل كتير. بأكد ان انا اكلت اكل كتير. او خلصت كل الطعام. طب خد بقى كمان. اما اقول اكلت الطعام اكلا شديدا. او اكلت الطعام اكل الاسود للفريسة. انا كده ما كنتش باكل لانا كنت بفتارس الاكل. تمام? يبقى انا كده حولت الجملة عادية خالص. جبت فيها المفعول المطلق عشان اكد الكلام. وبعد ما جبت المفعول المطلق عشان اكد الكلام روح تجيب كلمة كمان. بعد المفعول المطلق تبين نوع المفعول المطلق. لو قلت اكلت الطعام اكلا. بأكد ان انا اكلت. لكن لو قلت اكلت الطعام اكلي كذا. تمام? لو قلت نمت نوما. خلاص. يبقى انا نمت نوم. بأكد ان انا نمت. تمام? ما تقول انت امت ام ايم كده بعد فترة تقول ايه? ده انا نيمت النهار ده نوم يا نوم اللي ميت بقاله ميت سنة او نوم زي اصحاب الكهف يبقى انا كده حددت النوع النوم اللي انا كنت نيمها عمنا ازاي اللي هو النوم عميق ربنا بيقول وضربنا على اذنين في الكهف سنينة عدد ما تنساش تقرأ النهار ده صورة الكهف النهار ده الخميس بتنور لك اسبوع كله ما بين الجمعة دي والجمعة دي وربنا سبحانه وتعالى بيسهلك حياتك كلها لو قريد صورة الكهف يوم الجمعة وصورة الملكة قبل ما تنام او عتنسى الاتنين دول نرجع تاني للموضوع نا بقى المفعول المطلق لا يأتي المفعول المطلق الا منصوبا زود عليها بقى بقى كمان بالفتح كله بيجي منصوب بالفتح ايه ده احنا قلنا المفعول لاجله اللي كنا بنسأل عنه بلي ماذا يا ربي ما روان بتقول يفيد التأكيد أو المبالغة أحسنت يا روان يفيد المبالغة في الفعل زي ما أقول مثلا ده أنا نمت نوم نمت نوم يبقى مبالغة في النوم مش مجرد نوم عادي خالص دافع الجندي عن الوطن بفاعل أبطال شو الكلمة دفاع الأبطال دي اللي هي مفعول مطلق والأبطال تمام وقلت دافع الجندي عن الوطن كما ممكن يكون دافع عن الوطن هو أصلا ما عملش حاجة خالص هو كان واقف بتفرج على المعركة وخلاص ومزود عادة الجنود لكن لما أقول دافع دفاع يفيد المبالغة في الدفاع أو تأكيد الدفاع ولو ما أقول دفاع الأبطال يبقى كان بطل واقف بيحارف في قرب المعركة دارة الطائرة في الفضاء دورتيني هنا مفعول مطلق بتبين عدد الدورات ضربته التلميذ الفاشل ضربتيني وأنا ضربته ضربتين بتبين عدد الدربات يبقى أنا عندي ثلاث حاجات للمفعول به ثلاث أنواع للمفعول المطلق مفعول مطلق مؤكد ده لو ما غيرش بعده حاجة تمام؟ ضربته ضربا ده ما مفعول مطلق مؤكد للفعل ضربته ضربا شديدا يبقى ده ما مفعول مطلق مبين للنوع نوع الضرب إيه؟ ممكن أقول ضربا شديدة ممكن أقول ضربا ضعيف ولو قلت ضربت ضربتيني يبقى ده عدد الدربات اللي أنا ضربتها تمام؟ مفعول المطلق ده الثلاث أنواع اللي احنا قلناها ناخد سكرينشوت كده احنا شرحناها بس عشان ننجل شوية في الوقت عشان نقدر نراجع جزء أكبر تدريب ما نوع المفعول المطلق في الجملة الآتية؟ سمعت عن معلمي سماعا مؤكد للفعل مبين للعدد مبين للنوع طبعا أنا حلتها أول سؤال تبقى مؤكد للفعل مؤكد للفعل للي مؤكد بالفعل يا مستر عشان مش جاي بعدها كلمة تانية طيب نحل انتوا بيه بيه؟ اختار لألف ولا بيه ولا جيم ولا دال ما المفعول المطلق في جملة؟ ضربت الكرة بالمضرب ضربا خفيفا كضارب محترفا يا سلام ده جبها كلها طيب فين الكلمة الكلمة التي تعرب مفعول مطلق ألف ولا بيه ولا جيم ولا دال بس ما حدش جاوض ضربا معاقز قولي ألف ولا بيه ولا جيم ولا دال يعني اختصارا للوقت عشان ما توقيتش تكتيب كتير ضربا صح؟ تمام معاز وصارا ضربا 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 تمام دال ضربا حسنتي أميرة مي معاز محمود تمام برافع عليكم ضربا الأخيرة ضربت وضربا طيب علامات الإعراب الأصلية وعلامات الإعراب الفرعية وده درس تاني خاص في عندي نوعين اتنين من علامات الإعراب خد الشاشة اللي قدامك دي سكرينشوت هتفص بيها كويس قوي 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 ودي آخر حاجة هنختم بيها ان شاء الله أنا عارف اننا خدنا النهاردة مراجعة للجملة الإسمية والجملة الفعلية خدنا المفعول به المفعول لأجله المفعول المطلق علامات نصب المفعول به علامات نصب المفعول لأجله علامات نصب المفعول المطلق آخر حاجة في عندي حاجة اسمها علامات إعراب أصلية وعلامات إعراب فرعية علامات الإعراب الأصلية الضمة للرفع للفتحة للنصب الكسرة للجر السكون للجزم ده علامات الإعراب الأصلية خد بالك اللي أنا ما دقبل اللي على الشمال مش اللي على يمين طب ما أنه ينفعش يا مصر أقول علامات الإعراب الأصلية الضمة والفتحة والكسرة والسكون لا للأسف ما ينفعش وتلاقي فهم دارسين كتير بيقولوها ضمة والفتحة كسرة ممكن يقولي السكون وما يقوليهاش لا غلط الضمة الضمة مع الرفع الفتحة مع النصب الكسرة مع الجر السكون مع الجازم تمام يعني لازم تقولها كده علامة الرفع الأصلية الضمة علامة النصب الأصلية الفتحة إذن لو لقيت حاجة مرفوعة مثلا بالكسرة هو مفيش بس بقول مثلا يعني لو لقيت حاجة مرفوعة بالكسرة لا يبدأ علامة فرعية مش أصلية طيب ما هي الكسرة اصلا من علامات الاصلي بس لا ما ينفعش لازم تضمة يبقى مع الرفع الفتحة يبقى مع النصب الكسرة يبقى مع الجرس السكون مع الجزب فلو لقيت حاجة مجرورة بالفتحة ايه ده هو في حاجة مجرورة بالفتحة اه في حاجة مجرورة بالفتحة يريد لو حد يقول هالي بسرعة طبعا حد اولى سنوي تانية سنوي تالتة سنوي اولى سنوي تانية سنوي تالتة سنوي يبقى ممتاز 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 هل ممكن حاجة تيجي مجرورة بالفتحة احنا عندنا في حاجات منصوبة بالكسرة الى جامل مؤنس السال منصوبة بالكسرة لما هي الكسرة ايه اهي علامة من علامات الاعراب الاصلية بس كسرة مع الجر لو الكسرة جات مع النصب يبقى فرعية الفتحة جات مع الرفع فرعية السكون جي مع النصب يبقى فرعية تمام يبقى الشكل ده بس هو العلامات الاعراب الاصلية اما علامات الاعراب الفرعية الالف تمام والياء والواو والكسرة مع جامل مؤنس السالم والياء علامة الجر والنصب المسنة وجامعة اكسير زي ما قلناها في المفعول به والالف في المسنة الرفع والياء طبعا في النصب والجر مع المسنة ثبوت النون في الافعال الخمسة ودي لسه هنقولها بعدين وحسف النون وعلامة هي علامة الجزم او النصب في الافعال الخمسة كل الحاجات دي معظمها لسه هنقولها تمام وانا عارف ان في ناس فيكو زمانة خليطة وعارفها لسه احنا ماشيين بنظام مترتيب معين باذن الله مش هنفوت حاجة تمام انا سألت سؤال ولسه محدش جاوب علي اخر سؤال الحصة دي المي ايه الحلوة دي مي ايه العسل دي مي ما شاء الله عليك تمام مي رانا بتقول ليه انفعت عيد الاعراب الفرعية والاصلية خاضر يا رانا من عينية بس مي قالت الممنوع من الصرف ممتازة ممتازة الممنوع من الصرف هو الحاجة الوحيدة الحاجة الوحيدة اللي بتجرب الفتحة تمامت؟ كان نصك بس يا مي وانت بتقولي يجرب الفتحة اذا كان ناكرة يجرب الفتحة لو كان ناكرة تمام؟ يبقى كده ايجابتك نموذجية تاني عشان رانا بقولي علامات الاعراب فيه علامات اعراب اصلية وفيه علامات الاعراب الاصلية يرفع بالضمة دقيت مبتبع مرفعه علامة رافعه الضمة ده فرعه ده اصلي فعل مرفعه علامة رافعه الضمة ده اصلي تمام؟ ينصب بالفتحة مفعول به منصوب بالفتحة ده اصلي تمام؟ ظرف زمان منصوب بالفتحة ده اصلي حال منصوب بالفتحة ده اصلي مجرور بالكسرة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة ده اصلي تمام؟ او مضافئ ليه مجرور بالكسرة واناخد المضافئ ليه مرجاي مضافئ ليه مجرور بالكسرة ده اصلي مجزوم بالسكون فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون ده اصلي اي حاجة تانية غير كده يبقى فرعي لقيت حاجة مرفوعة بأي حاجة تانية غير الضمة فرعي لقيت حاجة منصوبة بأي حاجة تانية غير الفتحة يبقى فرعي لقيت حاجة مجرورة بأي حاجة تانية غير القصرة يبقى فرعي لقيت حاجة مجزومة بأي حاجة تانية غير السكون يبقى فرعي تمام؟ أي حاجة تانية دي هي إيه؟ الألف والو والياء الألف والو والياء ثبت النون حسف النوم بس الألف والو والياء ثبت النون حسف النون في بس علامتين صغيرين الكسرة مع جامع المؤنس السلم لما يبقى منصوب بينصب بالكسرة تمام واحنا قلنا ان علامة الكسرة بتجي مع الجر بس الكسرة بتجي مع الجر جات مع اي حاجة تانية يبقى فرعية تمام والفتحة مع الممنوع من الصرف لما نيجي لمنها التالت اعداد ان شاء الله تمام حصة ثانية وثلاثة هنقول الممنوع من الصرف بالتفصيل يا ربي يا ربي تكون استفدته وتكون تعلمته حاجة انا بستمتع بالحصة معاكم اتمنى باذن الله تواصبوا على الحضور حصة جاية ان شاء الله يوم الخمسة جاي هناخد المفعول به وبعد كده نبدأ نخش بقى في الاسماء الخمسة والافعال الخمسة والحاجات بتاعت ستك ادائي وهناخد معاك كمان هنجيب حاجات هنستدع حاجات كده من السنة وان شاء الله عشان نبقى ماشييني مناقل كلها مع بعضها اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته